فيه سؤال كمان لابد من إجابة عليه والإجابة هتسمعها دلوقتي هل الأهلي سيعرض محمود عبد المنعم كهرباء للبيع؟ اسمع المعلومة الأهلي كسب الزمالك في نهاء السوبر المصري كهرباء عنده فرصة أنه يكمل مع الأهلي كهرباء عنده فرصة أنه يكمل مع الأهلي الأهلي خسر من الزمالك في نهاء السوبر المصري كهرباء بره النادي الأهلي وأنا هو وإنت هو تركز معي الأهلي كسب الزمالك كهرباء وارد مش أكيد يكمل الأهلي خسر من الزمالك كهرباء خارج الأهلي أنا بصراحة مش جاي على كهرباء بس أنا بحترم الانضباط وبحترم الانضباط دايماً اللي بيعمله النادي الأهلي هو ليس دفاعاً على قرار النادي الأهلي وليس هجوماً على كهرباء أحب الانضباط أنا يكيفني لما أشوف كرارات انضباطية فكرة بقى أنه إيه يا عم عديله المراضي يا سيدي تم تسيب لي فلان يا سيدي ما الدنيا مشة وحلوة ولذيزة ما نعديها البعض فيش كلام ده بقى في الأندية الكبيرة وده مش متعودين عليه في النادي الأهلي بصراحة تاريخياً فأنا شايف أنه كرارات الأهلي النهاردة فيما يخص ما فعله كهرباء تجاه كرار كانت كرارات صحيحة وبالمناسبة كهرباء موسم قبل اللي فات كان واحد من هدفين دورة أبطال أفريقيا واحد هو هدف النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا راجع من إقاف أو ابتعاد عن الكرة سبع شهور سبع شهور ما بيلعبش كرة والرجل ده اللي هو مارسل كورار هو اللي خلى كهرباء يرجع يلعب كرة تانش خلى نجمي تانش كهرباء مأثر في حق نفسه كلنا متابعين كهرباء كهرباء لما بينزل من عدكة نازل زعلان مقاريف متضايق غطبان ينزل الملعب فرص في منتها السهولة بيضيعها ما فيش تركيز فكرة إنه هو يتلعبني أساسي يعني مش هتاخد مني حاجة دي مش هتبقى مش تبقى موجودة مش تبقى موجودة ومتطلبهاش مش هتحصل يعني مع مرسل كولر فكهرباء هو اللي مأثر في حقيقة نفسه بصراحة ده بكل حيادية والله ومش جاي على الكهرباء زي بقولك أنا عايف إنه هو ابن قدم طيب ولعيب طيب كده وانفعلاته على نياته يعني بس بس ده مش عذر أبدا يعني من لعب كبير دولي ولا هو خبراته ترجمة نانسي قنقر